احتساب الفائدة الصحيحة بطريقة النمر والقاسم ومثل ما بينا في الفائدة التجارية نفس الكلام تستخدم طريقة النمر والقاسم عندما يكون هناك مجموع عندما يكون هناك مبالغ مختلفة ومستثمرة لمدد مختلفة ويراد احتساب اجمالي الفائدة المستحقة عليها وهذه الصيغة مثل ما انتم شايفين هذه الصيغة كما ترون مجموع الفوائد الصحيحة المستحقة على عدد من المبالغ يساوي مجموع المبالغ مضروبة في المدد بالأيام ثم القسمة على القاسم حيث PVJ رقم المبلغ رقم J R معدل الفائدة السنوي DJ مدة الاستثمار بالأيام والمجموع اجمالي الفائدة الصحيحة المستحقة على عدد T من المبالغ المستثمرة مثال 9 استثمر شخص المبالغ التالية للمدد المبينة يزاء كل منها بمعدل فائدة 6% معدل فائدة بسيطة 6% سنويا لاحظوا هاي نفس المبالغ اللي مرت معنا في المثال رقم 8 ولا نفس المدد يعني نفس المثال لكن الاختلاف أن المطلوب هو احتساب ايش؟ احتساب الفائدة الصحيحة مجموع الفائدة الصحيحة المستحقة على جميع هذه المبالغ منطبق القانون طبعا لاحظ ضربنا المبلغ الأول في مدته هذا PV1 هذا D1 PV2 في D2 وهذا PV3 في D3 إذن المبلغ في مدته المبلغ في مدته بيطلع معي إجمال النمر القاسم هو محل اختلاف بين حالة الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة الفائدة التجارية القاسم اللي كنا نستعمله هو 360 على تمام؟ على معدل الفائدة السنوي اللي هو 6% فهي طلعت معنا 6000 لكن هالمرة هنقسم 365 على 6% فبيطلع معي الناتج هو 6083 هنقسم نفس مجموع النمر نفس مجموع النمر في الحالة السابقة 620 ألف مقسومة على القاسم لاحتساب الفائدة الصحيحة فالناتج هو 101 ريال 91 هللا لاحظ نفس العلاقة المثبتة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة طلعنا الفائدة التجارية 103.33 وهي عبارة عن 101 الفائدة الصحيحة مضروبة في 73 على 72 و70 العلاقة اللي بيناها وأثبتناها بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة لاحظ أن الفائدة التجارية اللي حسبناها في المثال 8 103.33 بتربطها نفس العلاقة بالفائدة الصحيحة اللي حسبناها في المثال 9 تمام 101.91 الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة بينهم علاقة وهي أن الفائدة التجارية تساوي الفائدة الصحيحة مضروبة في 73 على 72 نفس العلاقة هذا يثبت أنه احنا شغلنا متسق بحيث أنه في حالة مبلغ واحد العلاقة موجودة ونفس العلاقة موجودة حتى في حالة أكثر من مبلغ موسيقى موسيقى